مرحبا بكم اليوم الناس كل في راديو بليسي ايام بتبعيه قبل من ابداية وما تنساوش تعملوا لايك الفيديو تشاركوا بالقناة مش وصلكم اخبار تونس لحظة بلحظة اكد محامو حمادي جبالي ان سلطة الانقلاب تتكتم عن حاراته الصحية ومنعت عائلته والمحامين من التواصل معه في ظل وجود تسريبات من المستشفى تؤكد خضوع الانعاش بعد فقدانها للوعي وعبروا عن شديد استنكارهم لعملية الاغتيال الممنهجة التي تمارسها سلطة الانقلاب تجاه حمادي جبالي ونؤكد على اننا سنتخذ جميع الاجراءات القانونية الكفيلة بتتبع كل المتسببين ونشرت منذ البارحة صفحات رسمية تابعة لحركة النعضة واتلاف الكرامة وبعض قيادة النعضة خبر عن نقل حمادي جبالي الى مستشفى الحبيب ثامر وذلك من اجل دخوله في اضراب جوع وحشي وهذا ما اكدت صفحات النعضة خبر مفادة انباء عن وفاة حمادي جبالي الان وعن وجود تعزيزات امنية مكثفة حول المستشفى